السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كل من يسمعني معكم من قناة يوتيوك. نسمعني راول مرة وعجبوا الفيديو. ما ينسى اشتركوا فعلينا الجرس. اليوم بازن الله تعبير عن دور الاعلام في مرحلة الشيخوخة. موجود في قناة يوتيوك تعبير كثيرة عن اه وسائل الاعلام. جميع الانماط وجميع المراحل والصفوف. باكسر من نمط وموضوعات طويلة وقصيرة ومتوسطة. يمكنكم اطلع عليها اذا اردتم للطلع. اليوم تعبير عن اه همية الاعلام او دور الاعلام في مرحلة الشيخوخة. مقدمة وخاتمة. مقدمة تلعب وسائل الاعلام دورا مهمة في حياة الانسان في مختلف مراحله العمرية. بما في ذلك مرحلة الشيخوخة. فما هو دور الاعلام في مرحلة الشيخوخة. مقدمة لمحة بسيطة. اشكالية اجابة الاشكالية موجودة في العرض. السؤال الذي نضعه في المقدمة يجب ان يكون اجابته موجودة في العرض. في العرض او في صلب الموضوع هنتكلم عن المطلوب منينا نحن نذكر اهمية الاعلام في مرحلة الشيخوخة. اترك فراغ مسافة كلامة بداية المقدمة اترك فراغ مسافة كلامة بداية العرض. العرض اللي هو صلب الموضوع تساهم وسائل الاعلام في تحسين جولة حياة كبار السن من خلال توفير المعلومات والدعم اللازمين لهم. كما تساعد على اطلاع الاحداث التجارية والقضايا المهمة في المجتمع. ويمكن ان تزاودهم بمعلومات حول الصحة والخدمات الاجتماعية بالاضافة الى التواصل مع الاخرين وبناء العلاقات الاجتماعية والترفيه والاسترخاء. حيث توفر لهم مجموعة متنوية من البرامج والمحتوى الترفيه مثل الافلام والمسلسلات والموسيقى وغيرها. خاتمة اترك فراغ مسافة كلامة الخاتمة مثل المقدمة والعرض. وختاما او اخيرا كده بعرف القرار انا وصلت الى الخاتمة بكلمة اه وختاما يمكن ان يكون الاعلام دورا ايجابيا في حياة كبار السن. حيث يمكن ان يساعدهم يساعدهم على البقاء على اطلاع على العالم من حولهم والتواصل والاستمتاع بوقتهم وتعزيز الامل في المستقبل. المقدمة او بداية الموضوع يبدأ بفريغة او بياض ينتهي بنقطة. موضوع بسيط قصير ووضح عن دور الاعلام في مرحلة الشيخوها. الخاتمة هنا اه خلاصة الموضوع. الخلاصة في سلاسة اسطر. والمقدمة لمحة والسؤال. والعارض هنا اجابة السؤال. اللي هو ثور الاعلام في مرحلة الشيخوها. لا تنسى علامة الترقيم لفاصلة بين الجملة والاخر فاصلة علامة الاستفعام والنقطة وغيرها من علامة الترقيم. لا تنسوا اللايك الاشتراك ومنتحلوا للقناة اذا اعجبكم الفيديو. دمتم في رعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة